بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في هذه الأيام العظيمة القليلة في عددها الكثيرة في بركتها وأجرها وخيرها والحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله الذي جعلنا مسلمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا يوجد في الأرض غيرنا نحن أهل الإسلام عندنا هذه العبادات العظيمة تصلنا بالله عز وجل نؤجر عليه الأجر العظيم صلوات أعمال فيها اشتغال أشتغال القلب واللسان والجوارح فيها فعل وفيها ترك كالصيام نترك الطعام والشراب والنكاح وفيها فوائد لنا في الآخرة وفوائد لنا في الدنيا كحفظ الصحة تنوع عجيب أشياء من التلاوة والتدبر إعمال الفكر والعقل تشغيل الذهن مع القلب ومدارسة القرآن كذلك أشياء باللسان من الأذكار وعبادات نضع فيها جباهنا لله تواضعا وعبادات نخرج فيها أموالنا لله جودا فيعطينا ويضاعف لنا وعبادات فيها حبس النفس على الطاعة كهذا الاعتكاف العظيم والحقيقة أن أمهات العبادات تجتمع في رمضان توحيدا لله وإخلاصا له واحتسابا للأجر وإقبالا على الله ورفع اليدين والدعاء الصلاة في رمضان تكثر بالتراويح والإكثار من النوافل الزكاة تكثر والآن في رمضان كثير من الناس يخرجونها والصيام هذا المعروف وأما الحج فجنسه موجود في العمرة وهي الحج الأصغر وعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا له من دين عظيم يا له من فخر لنا وشرف عظيم وإنه لذكر لك ولقومك هذا شرف هذا ذكر لنا وهذا القرآن نحن في رمضان نقرأه نتلوه ونسمعه وفي غير رمضان وكان جبريل يلقى نبينا عليه الصلاة والسلام فيدارسه القرآن كل ليلة لله عتقى نسأل الله نجعلنا منهم قال لكل عبد منهم دعوة مستجابة يا له من كرم إله عظيم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وعند فطره كذلك ويدعو في القنوت ويستغفر في السحر قبل السحور وبعد السحور وهذه الصدقات فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في رمضان من الريح المرسلة وإطعام الطعام من فطر صائما فله مثل أجره وكذلك هذا السحور حتى الطعام الذي نطعمه فيه أجر فيه بركة فإن في السحور بركة ودنيوية واخروية الحمد لله والله النعمة العظيمة الليلة أيها الإخوة والأخوات ليلة ست وعشرين طبعا ليلة ست وعشرين هي من ليالي العشر وباعتبار ما بقي من الشهر غير باعتبار ما ذهب من الشهر إذا كان الشهر ثلاثين فورد روايات في التماس ليلة القدر بلفظ يبقينا يعني لسبع يبقينا لخمس يبقينا لثلاث تبقينا غير رواية يمضينا طيب فيبقينا وتمضينا يمضينا ويبقينا هذه تصبح سواء إذا كان الشهر تسعين وعشرين لكن إذا كان الشهر ثلاثين فليالي الأشفاع هذه يعني ليلة ستين وعشرين ليلة أربع عشرين ليلة ست وعشرين ليلة ثمانية وعشرين وليلة ثلاثين هذه يكون لها شأن طبعا هذا موضوع يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى يعني اطلاع لكن المقصود لفت النظر إلى أن رواية يبقينا إذا كان الشهر ثلاثين تصبح ليالي الأشفاع مما يرجى فيه إصابة ليلة القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا ترجمة نانسي قنقر